ربما أهم حدث في تكليف فليستروس كان وفاة الملكة وكثير ما يتندرون هنا عن هذا الربط ما بين تكليفها من قبل الملكة ووفاتها بعد ذلك نحن اليوم فعلا في الأسبوع الخامس تم الإطاحة بوزير المال بعد 38 يوما وأقصر وزير مالية في تاريخ بريطانيا يقال طبعا ولا يتوفى كما حصل مع غيره وبالتالي هذه أزمة حزب المحافظين أعتقده ليست أزمة فليستروس حزب المحافظين هو الذي دفع بطرد بوليش جونسون من زعامة الحزب وإذا نظرنا كثيرا عن الأسباب التي دفعتهم لذلك الأسباب لم تكن أسطورية إلى هذا الحد باتهامه بأنه حضر حفلات في داخل مكاتبه بينما كانت بريطانيا مغلطة لم يتهم بفساد أو بصفقات أو بكل ذلك وذلك ذهبوا هذا المذهب ليأتوا بعد كل هذا المخاض بليستروس ثانيا أنه أيضا هذه التجربة تعلمنا أن رجال السياسة لم يعد بإمكانه أو التحكم بإدارة البلاد دون الأخذ بالاعتبار السوق ماذا يريد هذا السوق هذه النظريات الجديدة في الاقتصاد التي قيل أنها استخدمت أيام رولواندريجان في المتحدة تبدل الظرف الدولي تبدل الظرف الاقتصادي وبالتالي هذه الأسواق كانت ردود فعلا شديدة السلبية وصادمة ضد هذه الإجراءات التي اضطرت ليستروس نفسها إلى أن تتنازل بشكل مذل كما تقول الصحافة البريطانية أن تتخلى عن وزير ماليتها أن تضحي به لكي تحاول على رأسها وطبعا كل المدولات الحالية داخل الحزب يهمها جدا أن يبقى هذا الحزب حاكما في الانتخابات القادمة السؤال الكبير هل باستطاعت هذه الزعيمة أن تقود حزبا باتجاه الانتخابات أم أن هذا الحزب مضطر أن يغير القائد الفرس للإثيان ببديل هنا السؤال الكبير من سيكون ولهذا قلت أنها مسألة أزمة الحزب أن هذا الحزب الذي أتى بها وهذا الحزب أتى بها بناء على هذه الوعود التي قالت أنها حجج استطاعت أن تنتصر بين المزدوجين على منافسها ريتشل سونك الذي كان يقدم برنامجا نقيدا وكان يريد أن يرفع الضرائب وكان يريد أن يوسع للإنفاق العام يعني كل ذلك كان نظريا يختلف عن هذه النظرية وإذ بهذا الحزب ارتأى ربما لأسباب لها علاقة أيضا بأن المحافظون ليسوا جاهزين بعد إلى تسليم قيادة الحزب الأبيض إلى شخصية غير بيضاء ربما هذا الأمر وهم يدفعون ثمن هذا القصر النظر اللافت أيضا أن الأمر لم يعد محليا عندما يتدخل رئيس الولايات المتحدة في هذا الشأن يعطي رأيه في رئيسة الوزراء وفي خطة رئيسة الوزراء وكأنه أيضا الولايات المتحدة بما تملكه من علاقات تاريخية واستراتيجية ومن مونى على بريطانيا تناشد حزب المحافظين أن غيروا هذه القيادة وربما تعطي أيضا دعم لليسار البريطاني بأن يذهب إذا كانوا قادرين إلى انتخابات مبكرة طالما أن استطلعات الرأي تقول أن حزب المعمال بإمكانه أن يكون منتصرا هناك من يعتبر أن أو هذا طبعا قيل من قبل قيادات في حزب المحافظين أن ليستروس لم تعد رئيسة الوزراء هي رئيسة بالاسم وأن حاليا من يقود للحكومة هو هذا الرجل جريم هاند وجريم هاند أيضا بتصريحاته كان صابما حتى لليستروس ويحاول قدر الإمكان الدفاع عنها لكنه يقول أنها أخطأت يقول أنها أصغط ويقول أنها تراجعت وبالتالي سنغير كل هذه الخطة المشكلة الأساسية هو غدا كيف ستستقبل الأسواق التي صفعت لليستروس هذا التغير الذي حصل خلال الويكايند إذا كانت الأسواق تتجاوب نوعا ما فبالتالي باستطاعت هذا الرجل أن يذهب بعيدا في خطته في رفع الدرائب وفي تضييق على الإنفاق العام ومن خلالي أيضا سلسلة من الإجراءات التي سيبدأ العلانها لكن العلانها سيكون آخر الشهر أنا وفتني طبعا بعد القيادات التي تقول ستخرج من الحكم صباحا قيل أن الخروج قبل الميلاد وفي المساء من قال أن الخروج قد يأتي قبل آخر الشهر بالتالي حزب المحافظين في داخله متخبط في كيفية إدارة هذا الأمر لأنه الأمر يأخذ وقتا طويلا خصوصا أن أعراف هذا الحزب من خلال هاجه اللازنة 1922 أنه عندما يتم تعيين زعيم للحزب يبقى معينا ويبقى متمتعا بحصانة لمدة عام لكن في نفس الوقت بدأت قيادات هذه اللجنة تقول أن الأمر طعصة مقدسا وبإمكان التغيير إذا كان هناك أغلبية وازنة من نواب حزب المحافظين تطلب ذلك يعني هذا كلام حتى الآن لا أعرف إذا كان وكاتب طبعا حتى الآن للأسف هو الأسياسيين كلهم يساروا يمين عمال ومحافظين لم يعدوا يجرؤون على الكلام في هذا الموضوع لأن هذا البريكسيت هذا الاستفتاء تم تأكيده بمواسم انتخابية معينة عندما كان ويرج جونسون رئيسا للوزراء ونوعا ما حتى حزب العمال أيام جاريمي كاربن أو حتى الآن لا يتحدث بهذه الأرياحية في العودة إلى الاتحاد الأوروبي رغم أنه حتى الآن ربما كل المنابل الاقتصادية بدأت تعترف وتقرر أننا أخطأنا في هذا الشأن وندفع ثمن ذلك وأن ما جعلنا لا نرى الأمر هو هذا الكوفيد هذه الجائحة التي ضيعت هذه الوصلة ما بين الأزمة المتعلقة بالصحة أم أزمة متعلقة بالبريكسيت لكن حتى الآن سواء في أزمة الحزب المحافظين أو في أزمة طوقي وطموه حزب العمال أن يكون بديلا لا أحد تحدث على المستوى السياسي الرسمي بالدفاع من جديد عن هذا الخيار ربما سيكون الأمر أكثر الحاحا خصوصا أن تلويح سكوتلندا بالانفصال بسبب هذا الأمر قد يفتح أيضا نقاشا داخليا حول نجاعة الخروج من الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر